كم هو شرير وماكر دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة يتفوق على الشيطان في الخبث والخبائث بلاده مشتعلة بسبب حدث عنصري بل جريمة قتل بشعة علنية ارتكبت جهارا نهارا قتل فيها رجل أربعيني ذنبه هو لون بشرته لكن هيهات أن يمر أمر سيء أو جيد دون أن يستغله ترامب أو أن يستخدمه ليظهر أمام وسائل الإعلام إذ أنه وفقا لتغريدات سجل زيارة عائلية لرئيس البلاد السابق باراك أوباما فقدمت زوجته ميلانيا هدية لمشال زوجة أوباما وحدث ما لم يكن في الحسبان فلنشاهد يا للهول كما رأينا في الفيديو أخذ أوباما الهدية من زوجته ورماها رواد تويتر لا حديث لهم سوى هذا الفيديو ينشرونه ويشاهدونه طبعا الفيديو مركب وليس حديثا ولا علاقة له بالأحداث الجارية في الولايات المتحدة الفيديو الأصلي يعود إلى العشرين من شهر يناير عام الفين وسبعة عشر وكان يؤرخ لللحظات الأخيرة لاستلام ترامب سدة الحكم في البلاد ودخوله البيت الأبيض بعد فوزه في الانتخابات في الفيديو الأصلي نرى أوباما يعطي الهدية لأحد موظفي القصر لإتاحة المجال لالتقاط الصور التذكارية غير أن المفابركين زوروا المقطع الأصلي عبر مونتاج ردي ولله الأمر من قبل ومن بعد